أحبائي العهد القديم كله بيتكلم عن صنع القانون والعدالة وإنصاف المظلوم والفقير والأرملة وعدم الرشوة وعدم المحاباة وأنه تكون عادل وتكون يعني في كده آية بتشوفها في الشعية الإصحاح الأول في أرمية 22 في أيوب 29 في أمثال 31 وهكذا بتشوف آيات كثيرة في العهد القديم المسيح شاف أبرص تحنن عليه شاف أعمى تحنن عليه شاف ناس جياع تحنن عليهم أشبعهم كان يصنع خير هذا هو يسوع المسيح بغض النظر أشبع الآلاف في منطقة اليهود وأشبع الآلاف في منطقة الأمام